اشتركوا في القناة تقريبا بعد ساعة وخمس دقائق من توقيت الاردن او توقيت بث الحلقة هاي رح ينتقل من منزلة سعد الذابح اللي حكينا هي للعلاج والفراق والخلاص او الحرية رح ينتقل لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية رح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة وحدة وثمانتاشر دقيقة من بعد ظهر اليوم الاربعاء بتوقيت جرونج يعني بتوقيت الاردن الساعة اربعة وثمانتاشر دقيقة عصرا بنتقل وبصير في منزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق طبعا بما انه القمر موجود في برج الجدي اغلب اليوم لانه ما رح نحكي عن الانتقال للدلو الا تلميح لبعض الامور رح يكون علينا نفس تأثيرات يوم امس انه منعود لطبيعتنا الجادة منحاول انجاز الاعمال المتراكمة عنا منجد انه الامور ما بتسير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين او تجديد تأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا مجموعة كبيرة من الزوايا اليوم اول زاوية هي رح تكون بعد منتصف هذه الليلة اللي هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة 12 و 27 دقيقة بعد منتصف الليل يعني بتوقيت الاردن الساعة 3.5 صباحا بخلق لدينا هذا الاتصال شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون فيه تمام الساعة 23 و 25 دقيقة صباحا يعني بتوقيت الاردن الساعة 6 و 25 دقيقة صباحا هذا الاتصال بما انه سلبي والقمر رح يصير من نصف بدر يعني الربع الاول هذا بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتن وهاي رح تكون فيه تمام الساعة 5 و 10 دقائق صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل بما انه 15 دقائق صباحا يعني الساعة 18 دقائق بتوقيت الاردن اما بالنسبة لزاوية الاقتران الايجابي اللي رح تصير بين القمر وبين بلوتو هي اخر زاوية قبل خلو المسار هاي رح تكون الساعة 10 و 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني الساعة 51 و 53 دقيقة بعد الظهر بتوقيت الاردن بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة زي ما حكينا انه بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار الساعة 10 و 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الاردن الساعة 51 و 53 دقيقة بعد الظهر وبيستمر خلو المسار هذا للساعة 48 و 46 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الاردن منزيد عليها ثلاث ساعات يعني الساعة 11 و 46 دقيقة مساءا عشان هيك حكينا ما رح نحكي عن الانتقال لانه الوقت رح يكون متأخر من مساء الليل وفي نفس اللحظة حلقة الغد رح نحكي عن هذا الانتقال طبعا خلو المسار هذا اللي ذكرناه هي فترة سلبية لانتقال القمر من برج لبرج ببطل يشكل زوايا اتصال مباشر ما بين القمر وما بين الكواكب فعشان هيك هاي الفترة منتحسة أو فترة سلبية نحسة لا تصلح لأي خطوة جديدة أو مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك جميع موليد الأبراج دون استثناء طبعا الأعمال اللي بس اللي بنقدر نعملها هي الأعمال اللي كنا ناويين أو عاقدين النية عليها ما قبل خلو المسار في فترة خلو المسار في زاوية بطيئة رح تتشكل هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين زحل وهي زاوية بطيئة تأثيراتها رح تكون قرابة الخمس أيام أو ست أيام وهي ذروتها رح تكون في تمام الساعة سبعة وست وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني عشر ونص بالليل طبعا هي تأثيراتها إلها تقريبا بحدود الأربع أيام أو خمس أيام وهي زاوية مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية والمصالحات أو توطيد العلاقة ما بين الأحبة وبتضمن هاي الزاوية لأي علاقة قوية بتضمن لك إخلاص محبوبك الساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني الساعة داعش وستة واربعين دقيقة بتوقيت الأردن القمر بنتقل وبصير في الدلو فعشان هيك من ساعات المساء منصير نشعر أنه إحنا بحاجة ماسة للتغيير والروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة في هاي الفترة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة أو إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز إلكتروني أو تجربة طعام جديد بما إنه القمر رح ينتقل في ساعات المساء لبرج الدلو معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 15 عشرة بيبدأ في تمام الساعة 12 و32 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى اليوم التالي لهو يوم السبت لغاية الساعة 22 و21 دقيقة صباحا لينتقل القمر ويصير في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر 7 أيام القمر المربع 7 أيام في تمام الساعة 11 و7 دقائق صباحا بيصير 8 أيام نسبة الإضاءة بتصير 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 15% القمر في الجدي بده ينتقل للدلو حتى يوم 16 عشرة سعيد بنسبة 15% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 15% الزهرة في القاوس حتى يوم 11 سعيد بنسبة 30% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 اتناعش منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بيحاولوا يعززوا عملهم وعلاقتهم بالمسؤولين اللي بيعملوا اليوم بينجحوا بالدفع بمصالحهم وتوطيد العلاقات بينهم وبين زملائهم أو رؤساهم بالعمل وممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن هذا بيت السمعة يعني يا إما بعطيك الشهرة وبعطيك منصب وبعطيك رفعة أو ترقية أو تكريم أو إنه بيجيب لك مخالفات وبيجيب لك سوء تصرف أو سوء للسمعة أو ممكن حتى أشخاص تترك عملها فعشان هيك بدك تهدئ من روعك حاول إنك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك قدر الإمكان بدك تتجنب المخالفات والمجازفات الشائكة وتحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها يعني ما في داعي للمشاكل أو ما في داعي للحدية في الطباع وما في داعي للمجازفات برج الثور ابتنشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة لأن القمر موجود في البيت التاسع فاليوم رح تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم اليوم في بعضكم رح يخرج في رحلة أو يروج العمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها يعني تقريبا الأجواء منقدر نحكي إنها ناجحة فيها نوع من أنواع الحظ وخصوصا حظ في الحياة العاطفية والعائلية وبعض الدعم ولكن بما إنه في البيت التاسع وعننا أغلب النهار في عنا قلوب مسار فعشان هيك نقول انتبه أثناء قيادتك للسيارة بالشوارع المفتوحة وبرضو اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحظود لأنه فتر دخله مسار اليوم ممكن يجيك خبر من بعيد يسعدك أو يصر بالك أو تتلقى خبر كنت بتنتظره من فترة اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا أن تسارعوا لتهديئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك اليوم أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي ما في داعي لأي مغامرات مالية اليوم أو توقيع على عقود أو على أوراق في فترة خلو المسار وإذا كنت مجبر على فعل هذا الشيء بدك تراجعها بأدق تفاصيلها يعني ما في داعي للتهور برضو فترة خلو المسار ما بننصح لا إقراض مال لأشخاص ولا أنك أنت تغامر وتجازف بمورك المالية يعني بدك تكون معتدل أو متزن في مصاريفك وفي تعاملاتك المالية برج السرطان طبعا القمر موجود مقابلكم ما زال حد الآن فعشان هيك بظل اليوم هذا مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة اليوم تقدروا أنكم تتمموا موضوع العلاقة بخطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري نويين عليه ولكن أنك تنوي في فترة خلو المسار أنك تعمل هذا الشيء يعني أنك خلص الآن بدي أعمل هذا الشيء وهي فترة خلو المسار فما نقول لك لا الفترة هاي سلبية جدا ولكن لو أنت نوي أو محدد الوقت ما قبل خلو المسار وإيجا فترة خلو المسار فما في مشكلة في هذا الموضوع صحيح أنه القمر الآن في مقابلك تماما بيسحب من طاقتك فتعتبر هاي الفترة سلبية ضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات وخصوصا ما بينك وبين الشركاء حاول أنك تمسك أعصابك عشان ما تتطور الأمور برج الأسد طبعا بتكون تحاولوا اليوم إنك تنجزوا اللي بتقدروا عليه من أعمالكم المتراكمة وحاولوا في نفس اللحظة ما تبالغوا في إنجاز أعمالكم يعني بدك تكون مرن تكون على الأمور الضرورية حاول ما تأجل الأعمال الضرورية حاول إنك ما تمسك أكثر من عمل في نفس الوقت بدك تنتبه لغذاءك وراحتك تكون منظم تحاول تحسن إدارة عملك حاذر من الجدال مع المعاونين أو مع زملائك في العمل وحاول إنك ما تهمل صحتك لأن القمر موجود في بيت الصحة بيت العمل فعشان هيك بيجيب شوية مشاكل صحية لما أوليد برج الأسد وبرهقهم في أمور العمل فعشان هيك حاول إنك تنتبه للنقطين هدول وحاول إنك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية صحيح إنه طاقتك ضعيفة لأنه القمر بدأ في مراحل المواجهة لإلك إلا إنه أي تأجيل برضو ما بنحسب لصالحك برج العذرة بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ولا الحظ العاطفي اليوم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والتجاه الأحبة وحاول إنك تصحيح الأخطاء الأجواء جيدة ودعمة لإلك بقوة فحاول إنك تستثمرها وتستغلها لكل شيء أنت بترغبه ولكن في ساعات قلو المسار بدك تنتبه من سوء تفاهم أو كلمة تنفهم غلط أو مثلا تتحلل بعض الأمور بطريقة خاطئة فهاي الأمور تسبب لك مشاكل فعشان هيك بدك تضبط أعصابك حاول إنك ما تتوتر وما تحلل وخلي كلامك واضح برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن يعني يصير فيه حدث معين يخليك تقلق حول وضع عائلي معين أو وضع منزلي ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء فيها بعض العدائية وبعض التوتر بدك تحاول إنه برضو يتراعي وضعك الصحي إذا ظهر أي خلاف منزلي حاول إنك تأجله ليوم الغد وتحاول تحله يوم غد بفتح لك مجالات للمصالحة وبكون يعني الحج لإلك أقوى وبرضو بتكون لمصلحتك أكثر يعني القمر بده ينتقل من بيتك الرابع لبيتك الخامس فضبط الأعصاب اليوم مطلوب بشكل كبير وخصوصا لأي حدث عائلي أو منزلي برج العقرب بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات واليوم هذا مناسب لإجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها بتلفت النظر يعني اليوم عندك برج العقرب قدرة أو حدث بنقدر نسميه عالي جدا وعندك قدرة على إيصال المعلومة ولكن بدك تنتبه إنه من بعض الكلمات اللي ممكن تنفهم غلط لأنه طبعك حد شوي فممكن تطلع منك كلمات تتفسر غلط أو تجرح فيها غيرك فعشان هيك بدك تضبط أعصابك الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها لطيفة وممكن تحمل لك اليوم لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل وخصوصا ورشات العمل اللي تستخدم فيها زي دورات أو تأهيل قدرات أو يعني برامج تعليمية أو تدريبية برج القوس تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدك تكونوا حذرين من النفقات قدر الإمكان وبدك تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية اليوم اهتماماتك كلها إلها علاقة بوضعك المالي رح تهتم بعملك تهتم بمصادر دخلك تهتم بطريقة كيف أنت تحل المشاكل المالية عندك اليوم في بعضكم رح يهتم بتوظيف أمواله أهم إش إنه يكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتمه اليوم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أو تحل مسألة مالية معقدة أو تحاول إنك تسترد بعض الأموال اللي بتعود لك برج الجديد ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم بتكون تبادروا لخطوة جديدة يعني هي رح تدعم من مكانتكم الاجتماعية أكثر فيها جزء عاطفي بتحمل إنفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر وخصوصا إذا أنت قدرت تستغل الفرص والمكاسب المتاحة في بعض الأشياء اللي بدي أحذرك منها اللي هي النقاشات الجدالات الحادة أو فتح مواضيع مائلها داعي عشان هيك منقول لك بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان انتبه للأمور المالية لأنه اليوم في شيء له علاقة بالوضع المالي ممكن يظهر على الساحة برج الدلو يوم آخر وأخير بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم أوعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب وهو ضاغط بشكل سلبي فابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شيء أنك ما تحسم أمر فالفترة هاي زي ما حكينا هي سلبية ومخيب الأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها ولكن المفاجأة اللي راح تصير اليوم أنه هي الزاوية التزديس اللي راح تكون بين الزهرة وبين الزحل اللي موجود عندك هاي راح تعمل قلب نوعية في نوع من أنواع المفاجآت راح تصير معك ولصالحك في نفس الوضع لبعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل أو عندهم ضغط وبينتظروا لفرج معين أو لحل قضية معينة اليوم فرصة لهذا الأمر أنها تتم في ساعات المساء القمر راح ينتقل عندك راح يغير كتير من الأمور برج الحوت طبعا اليوم ما زالت الأجواء على مستوى أمور الصداقة من الآن لغاية ساعات المساء بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد كثير من الأرباح أهم شيء أنك تنتبه وتستغل الفرص من الآن لغاية ساعات المساء لأن الأجواء جيدة ودعمة لإلك ممكن اليوم تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك بشكل كبير ولكن بدك تحذر أنه في ساعات المساء لازم نوه للنقطة هاي أنه القمر رح ينتقل ويصير في بيت متاعبك اللي هو يعني في الدلو وانتقاله للدلو يعني نوع من أنواع الضغط رح يصير عليك فعشان هيك بدك تنتبه للنقطة هاي تحاول أنك تستغل الوقت قبل الانتقال على أساس أن الأمور يعني تمشي لصالحك أكثر طبعا بما أن وصلنا لنهاية الحلقة فلابد إلا أنه نشكر الجميع جميع اللي بيعلقوا جميع اللي بيحطوا لايك وكومنت حتى اللي بيحطوا ديسلايك برضو شكرا لإلهم في نفس اللحظة حاب أشكر الأشخاص اللي المنتسبين للقناة والداعمين بالقناة من وراء الكواليس إن كان دعم للقناة أو دعم شخصي في أشخاص بادروا بشيء كان مساعد لإلي هي بادروا بمساعد بمبلغ مبالغ بسيطة يعني هي رمزية لمساعدتي في علاج الوالد وهذا يعني بحب أشكرهم شكرا جزيلا إلكوا وأتمنى من الله أني أقدر أوفيكوا حقه في الفترة القادمة في النهاية ككل مرة وصلنا لنهاية الحلقة ومنقول هي يعني والله أعلم كل اللي حكينا هذا ما بنعرف بصير ولا ما بصير العلم عند الله يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء